وارجعت لكم فيديو دي بس قبل ما ابدأ معيك الفيديو لو انت مهدمة بالنصقح بعادة التدبير بالأعمال اليدوية اتأكد ان انت اشتراك للقناة وفعلت الجرس عشان تستفادي مني بكل جديد يلا بنا نروح على الفيديو بتمنى لكم مشاهدة ممتعة يا مستاء الفلح قبل ما ابدأ الفيديو حب اشكر كل الناس اللي انضموا جديدين القناة اللي هم شرفتوني ونورتوني يا رب دايما اكون عند حصن ظنكم ودايما كل حاجة انا اصدلها جديدة تستفادوا منها بإذن الله هنعمل فيه مع بعض عجينة الملح احنا قبل كده كنا عملي مع بعض عجينة السيراميك وحسب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف للي ما شفش الفيديو عشان اللي حابب يعمل عجينة الملح يعمل اللي حابب يعمل طريقة استلصال اللي عملناها قبل كده يعمل اللي اتنين طريقتين صحيين جدا على الاطفوط كمام يعني فيش منهم اي مشاكل مقدرها اي بقى دي مقدرها كوباية دقيق نص كوباية ملح ناعم جدا نص كوباية مياه لو الملح اللي عندك ملح خشن عادي مفيش مشكلة ادربيه في الكبه ومنخليه كده لغاية لما تنزلي الجزء النعم كله وبعد يمتد فيه للدقيق والمياه وتعجيني عادي بقى بعد كده وخلاص براحتك بعد ما خلطت الدقيق كده مع الملح اجيب المياه بتاعتي وكوباها على الملح والدقيق وبتدي اعجل وافضل اعجل لغاية لما لاقي العجينة ما بتلزقش في ايدي ولا بتصيب اي اثر اهو شايفين بالطريقة دي طبعا الموضوع كله مش هياخد منك عشر دقيق الفرق بين العجينة دي والعجينة التانية ايه العجينة التانية احنا عملناها على النار اللي هو كان استلصال الصحي لكن دي مش بتتعمل على النار فكل واحد يختار الطريقة الانسب لي والاحسن لي ويعملها انا كده خلاص كنت عجل انتهى بص بقت في المنظر ده ما بقتش بتلزق في الايد ولا بتصيب اثر اهو كده بقى هبتدي ان انا اشتغل فيها خلي بالك لو الملح خشن هتلاقيه كده آآ بيبقى سايب ملمس خشن كده في العجينة عشان كده بقولك لازم الملح يكون نعم دي الوان بقى آآ الوان صحية آآ بيجي بيها من عند العطور تقدر تشتريه ب 2 جنيه ب 3 جنيه زي ما انت عايزه وتقدر تشتري الالوان اللي انت عايزها هنعملها النهاردة بطريقتين بطريقة الالوان البودر وكمان بالالوان الجن عشان كل واحد آآ يشكل العجينة على حسب امكانيات ونلونها على حسب امكانياته كده اي لون وابتدي ان انا احطه على العجينة تمام وابتدي بقى ان انا ايه اعجن كده كويس وافردها وارجع اعجنها كده تاني كويس لغاية لما اللون كله يندمج مع العجينة بتاعتي والعجينة كلها تتلون وزي ما انت شايفين عجينة تريس زي معنا هعمل معاكم لون كمان بس الاول هشيل اللون الاصفر دوت عشان ما ينشفش تشليه في في بلاستيك آآ في كياس بلاستيك او في علبة بلاستيك بقى هجيب لون تاني بحط كده اللون زي ما انت شايفين افرد العجينة اهي واعجن فيها تاني افردها كده عجينة لغاية لما اللون كله يندمج في العجينة مع بعض طيب هتقولولي ايه الفرق بين العجينة دي والعجينة التانية هقوللكم مفيش فرق خاصة اللي اتنين زي بعض بس اه العجينة دي والطفل بيلعب فيها بتسيب لون بسيط كده في الايد وهو بيلعب لكن العجينة التانية اللي على النار اللي هي عجينة استثار اللي عملناها لما بتسيبش اي اثر في الايد هنيجي بقى نعمل العجينة كمان مره نلونها بس المرة دي هنلونها بقى بايه بقى الوان جل طبعا الازات دي موفرة جدا وبتعمل عدد كبير جدا جدا زي ما انت شايفين بس بياخد نقاط كده بسيطة وون بيع العجينة ان ازازه دي بتعمل 10 جيني 8 جيني وتلاقي منها الوان كثير جدا جدا واحسن حاجة فيها الطفل مهما يلعب بالعجينة بالطريقة دي الالوان ما بتطلعش في الايد هنتكلم على الالوان الجل عكس الالوان البودر الالوان البودر في العجينة اللي عملناها للنار في عجينة السلطان ما بتطلعش ابدا تمام? لكن في العجنة دي بتسيب اثر بسيط اه في الايد والتفل بيلعب بها. لكن لو هتلونيها بالوان جل الوان الجل ما بتطلعش في الايد. اهو. فكل واحد بقى يختار ايه على حسب اللي هو محتاجه وكل واحد على حسب طبعا ظروفه وممكانياته. انا بعد ما عملت بقى الوان كلها طبعا كنت حطاها في كيس كده عشان ما تنشفش. هاي بصوا ده اللون اخضر بس عشان خطر الاضاءة والتصوير. طبعا في نزق اقلالي ان انا اكمل شوار رمضان بس عايز اقلوكم لحاجة نسا ما روحتش القاهرة. ان كل ده لسا في اسكندرية. طول ما بتلاقوني بيصور على اللوحة الصفرة دي تعرفوا ان انا مش موجودة في القاهرة. فان شاء الله قربتها روح. هنزل لكم افكار رمضان الجديدة والحصري بازن الله. ان شاء الله هتعجبكم. اه بصوا عملنا الالوان كتير ازاي? طبعا طريقة سهلة جدا وموفرة جدا 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 وتقدر ان انت تديها لطفلك وانت قاعدة مرتاحة حط ايده في بقه بقى وجاب ايده عند عين ومفيش اي مشكلة كلها صحية. تقدري كمان تعملي الوان كتير جدا جدا. الالوان المتوفرة قدامي كانت لعطور هديها. انا هنا بالنسبة لي هحتفظ بيهم في علبة كده بلاستيك عشان ما ينشفوش مش هحط كل اللون لوحده في كيس بلاستيك. كلهم كده ايه مع بعضهم. انا بقى كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي بتاعي النهاردة اتمنى يا رب تكون فكريت النهاردة عجبكو وقدرت ان انتو تستفادوا من الفيديو النهاردة لو امرا بتشافيني. بتنسيش تعمليلي لايك كبير للفيديو وكمان تشتركي في قناة وتفعلي الجرس عشان تستفادي مني بكل جديد. متابعيني الحلوين وتنسي تحطوا لايك للفيديو وجمعين تنزلوا تقولوا لي رأيكو في التعليقات في الفيديو بتاع النهاردة. هسيبلكو العجينة بتاعت السلصال بتاعت الفيديو اللي انا عملته قبل كده اللي ما شفوش اه اتمنى ان هو يشوف اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. مع السلامة.